السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إدغام المتماثلين وهو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجة قلنا لكل حرف في صفة وفي مخرج فإذا اتفقت الصفة مع الصفة والمخرج مع المخرج أي نفس الحرف صار هذا متماثل فإذا جاء الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك وجب إدغام الأول في الثاني ليصبح حرفا واحدا مشددا حرفا واحدا مشددا أما إذا كان حرف المد هو الساكن امتنع الإدغام به ووجب الإظهار محافظة على المد محافظة على المد بارك الله فيكم تمام بارك الله في الثاني ليصبح حرفا واحدا طيب نعمة بارك الله فيكم مرة أخرى الإدغام ثلاثة أنواع المتماثلين أي الحرف الأول ساكن والذي بعده متحرك ويتفقان صفة ومخرجة فهذا مثاله بارك الله فيكم لما مثلا يأتي حرف الكاف في قوله تعالى يدرككم يدرك وبعدين في كاف أخرى ومين فالأولى ساكنة يدرككم يدرككم الموت فأنت ما تقول يدرككم أو يدرككم إنما يدرككم فتصبح كأنه حرف مشدد أو فما ربحت تجارتهم التاء هنا ساكنة والتاء تي جارتهم فالتاء والتاء تصبح تاء واحدة وتقول فما ربحت تجارتهم ما تقول فما ربحت تي جارتهم لا التاء والتاء تصبح تاء واحدة وقد دخلوا قل لا أملك اذهب بكتابي هذه أمثلة على المتماثلين أي إذا أتت مثلا حرف الباء ساكن وبعده حرف باء مفتوح مكسور مضموم إلى غيره تصبح الباء الباء واحدة وتأخذ حركة الحرف الذي بعدها تأخذ حرف تصبح مشددة تأخذ حركة الحرف الذي بعدها أما إذا كان حرف المد هو الساكن حرف المد هو الواو والألف واليا إذا كانت هي ساكنة فحفاظا على المد ما تدغم يعني ما تدغم ببعضها بارك الله فيكم داكم الأخير إدغام داس بدوت أسيميلاتسيون ternاتسيون جدا 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 جداه الرهيطةincال گرو ...مذت نظر مد شي' لدينا ساكن بالطيقاء Und die erste Buchstabe ist sukoniert und die andere Buchstabe hat ein Kurzwokal. Und weil sie zusammenkommen, weil sie zusammenkommen in einem Wort oder in zwei Wörtern, dann verschmelzen die beiden Buchstaben ineinander zu einer verdoppelten Buchstabe, die den Kurzwokal von dem letzten Buchstaben annimmt. Von dem letzten Buchstaben. Und zwar, wir haben Barakalofikum mutamathilin, identich. 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 Und zwar Barakalofikum, das geht bei identich, das geht darum, dass die beiden Buchstaben, die sind die gleichen, dieselben Buchstaben. Das bedeutet mit anderen Wörtern, Eigenschaft der Buchstabe, Eigenschaft und Entstehungsort oder Stelle der Buchstabe, die sind identisch. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, Bar und Bar. Kaf und Kaf. Mim und Mim. Nun und Nun. Und so weiter. Dann machst du beide eins. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ Das ist ihr Handel, ist verloren. فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ Rabi hat, diese ta, ihr merkt hier ta, das ist subhanahu wa ta'ala. Und die nächste ta, die kommt, die hat Kesra. Diese beiden machst du zu einem ta, die verdoppelt ist. Dann sagst du nicht, aufpassen, nicht sagen. فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ Du sagst, فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ إِذْهَبْ بِكِتَابِ وَقَدْ دَخَلُ Du sagst nicht, وَقَدَ دَخَلُ وَقَدْ دَخَلُ وَالْبَدِ بُخْشْتَابِ اِدْدَانْتِخْ sind und das ist die erste acht بارك الله فيكم von Asimulation oder Verschmelzung zwei Buchstaben das bedeutet إدْغَام النوع الثاني إدْغَام المتقاربين إدْغَام المتقاربين والمتقاربان من الحروف هو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة ويكون الأول ساكنا فيجب إدْغَامُه في الثاني وهو منحصر وهو منحصر إذن هو أن يتقارب ما معنى التقارب يعني يكون قريب منه الحرف مخرجا يعني من وين يخرج الحرف وصفة صفة الحرف مثلا همس مهموس ولا مجهور ولا فيه مثلا هذا الحرف فيه استعلاء فيه إلى غير ذلك من هذه الأمور لي صفات الحروف السبطعش التي تعلمناها فهذا هذا المتقارب محصور محصور في اللام والر شوف أنت تقول اللام تخرج من أين من طرف اللساء يعني من الجانب والرا أنت لما تقول الرا هي تخرج الرا من حافة اللساء ولكن لما تقول أنت أنت تأخذها شوي عن المخرج تبعها فتصبح قريبة إلى اللام ولأنها صارت قريبة إلى اللام صار فيه هنا إدغام متجانسين فلذلك تقول قل ربي وقل ربي ما تقول قل ربي وإنما تقول قل ربي فاللام تدغم في هذا اللام مع الراء بل ربكم بل رفعه بل رفعه الله ما تقول بل بل رفعه غلط بل رفعه الله وأما القاف والكاف فهي بارك الله فيكم في سورة واحدة في سورة واحدة في آية واحدة وهي في سورة المرسلات في سورة المرسلات اللي هي سورة المرسلات سبعة وسبعين سورة سبعة وسبعين الآية الآية بارك الله فيكم عشرين ألم نخلق كم مما إمه نخلق ففي بعضها العلم يقول تظهر قليل من القاف وبعضها العلم يقول لا تظهر كأنها كاف ولكن فيها لسه صفة القاف يعني أو كأنه فيها شيء مخرج القاف فذلك يقول العلم أنه تقول ألم نخلقكم فتشددها والله تعالى أعلم فهذا إضغام ناقص مع بقاء صفة الاستعلاء على الكاف أنه ما تركق الكاف نخلقكم الأصل الكاف مرققة ولكن هنا تأخذ صفة الاستعلاء التي هي صفة الاستعلاء من الحرف الذي قبلها وهو القاف حتى يكون هذا الإضغان متجانس ما يكون بارك الله فيكم مثل المتماثل والله تعالى أعلم ثم حصورة في اللام والرأ وحصورة في القاف والكاف فقط واللام والرأ في آيات قليلة وقل رب يزدني حلم بر ربكم بر رفع الله وأما القاف والكاف فهي فقط وحدة وحدة في كل القرآن فقط واحدة سورة المرسلات لا يعشري بارك الله فيكم ساكم الله خير سورة المرسلات لا يعشري 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 بخشتابة هذه 8 17 5 haben 5 dagegen und 7 haben hier 17 17 diese بخشتاب بخشتاب die متقاربين sind die nahe zu sind die buchstab die buchstabe von entstehungsort ist so nah dran an die andere buchstabe und von der von der eigenschaft auch die sind sehr nah aneinander und da macht man barakallahu fikum auch assimilation und im koran haben wir zwei fälle es war einmal das ist die buchstabe lam lam l und ra und einmal nur im koran kommt dass in sura 77 die aya 20 surat nur einmal das ist kauf und kauf nur das nur einmal im koran kommt das vor einem allem das ist alles und lam und ra das kommt zum beispiel barra fa'ahullah bezüglich isa alaihi salam dass er nicht getötet wurde und nicht gekreuzigt wurde barra fa'ahullah allah hat ihm aufgehoben diese lam hat einen entstehungsort das ist barakallahu vom zungenrand und ra entstehungsort ist zungenspitze aber wenn wir ra sprechen dann hat ra eine eigenschaft das heißt al inhiraf das bedeutet du gehst ein bisschen von entstehungsort in richtung nicht zungenspitze sondern zungenrand und bei lam auch deshalb das kommt als ob sie gleich werden und deshalb was macht man hier assimiliert lässt lam weg und dann liest man das so barra fa'ahullah barra fa'ahullah und nicht belra fa'ahullah aber lam geht weg weil das dram hier ist und das geht hier um die rezitationsregeln des korans wenn wir koran lesen dann rezitieren wir den koran und für rezitieren des koran gibt es bestimmte regeln und das sind die regeln vier koran rezitieren barra fa'ahullah das letzte und zwar idram al mutajani sein al mutajani ist das wird homogen homogen dies war kalafikum werden wir das nächste mal machen weil das ein ein bisschen lang ist das sind so viele buchstaben obwohl sich das sind nicht viel buchstaben die sind tal und ta und ta und ta aber trotzdem lassen wir bis zum nächsten mal dann wir nicht viel machen barra laufikum zackla abo an wachnilfas al mutajani sam bedodet al mutajani sein idgham المutajani sein هو ان يتفق الحرفان مخرجا يتفقان مخرجا ويختلفة صفة يعني من نفس المخرج مثل مثلا اطا والتا والدال كلها تخرج من اين اط اد اد من راس اللسان صح فهي اتفقت مخرجا ولكن اختلفت صفة ما هي منحصرة في سبع حروف فقط سبع حروف يعني من كل حروف يجب سبع barakallahu feikum das geht darum nur schnell als vorgeschmack für das nächste mal inshallah für freitag und zwar المutajani sein das homogene barakallahu feikum die homogene assimilation zwischen zwei buchstaben die zwei buchstaben haben die dieselben entstehungsort denselben entstehungsort oder dieselbe entstehungsstelle aber der unterschied ist der eigenschaft und es sind sieben buchstaben das sind da 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 war und da sind diese buchstaben aber weil nächstes mal werden wir das ausführlich erklären barakallahu feikum und dann wiederholen wir ein bisschen über diese assimilation barakallahu feikum sagt nachheran heute haben wir 31 16 12 21 wie schon gesagt habe diese themen die sind manchmal schwer für die leute auch die die können die das nicht gelernt haben aber inshallah alle anfangen ist schwer und wir haben gesagt bei wiederholung nummer 1000 gebe ich auf aber wir haben so viel noch und mit wiederholung und wiederholung und nachholung und wiederholung und so am ende werdet ihr das auswendig lernen heute leider haben wir unsere jahr hat auch die sind sehr schwer was wir nehmen und zwar heute behandeln wir die längste eier im koran das ist die längste eier im koran überhaupt und dass wir jetzt das alles auf einmal erklären denke ich schaffe ich nicht weil wir wirklich so viel haben auch wenn ich kurz wasser deshalb wir werden das so machen wir werden stückweise die eier nehmen was wichtig ist und können wir ein bisschen langsam barakallahu feikum herrtt ist diegher jaehi wa alazi naanu yada da yenntu badainin ila jägel mussemme au äh ay eier kuran ok jetzt sit i das ya und الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق لها ربه ولا يبخس منه شيئا إذا أجل محظم لأنه يقولون ان فظهرين إنه هناك شرحبيا إذا أجل وجد مانين من خلالهم إنه يكتب من جيد لن ينسيو به وأنه يكتب من شرحبيا وأنه يكتب من خلاله وأنه ييمين فيهPer وأنه يسيب من خلاله كما أهل له يليمت هات. So سوى ار دن شخيب ودكتيرن سوى در شولدن ودرسول الله ساينه هرن فرختم ونشتافون شميله فاينكان الازي عليه الحق وسفيهن أو ضعيفن أو لا يستطيع أن يميله هو فليملل وليه عفوا بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليه برك الله فيكم هذه الآية فيها كتابة الدين الأمر بكتابة الدين هنا أمر إرشاد وليس أمر للوجوب لو كان الأمر للوجوب فإذا تداينتم ولم تكتبوا أثمتم وإنما هذا هذا الأمر للإرشاد يعني كأنه خرج مخرجا نصيحة ولم يخرج مخرج الوجوب الذي إن لم نفعله أثمنا وفيه الإشهاد على الدين الإشهاد على الدين أو على التجارة فذلك موعب أن يقول الإنسان تعال بإن تجارة تعال نكتب بعض الناس يقول ما تثق فيني بكرة لما تجي هو وقت لفلوس هل لذبوس لرجله ولذبوس له إيده وتقول يا أخي أنت أحسن للناس وما أعتقد راحت نصى الله العافية والسلام فذلك فيها كذلك الإشهاد الإشهاد من يكتب يكتب الذي يعلم يعني يعرف إذا ما بيعرف فليملل الذي عليه الحق شوف سبحان الله الذي عليه الحق هو الذي يملل يقول له اكتب مشال لا يأتي فيما بعد ويقول له الثاني يا طيب أنت اللي عليك الحق وأنت اللي أخدت وأنت اللي استدنت وأنت الذي كتبت فإذا وهنا يستشهد شاهدين من رجالكم ورجل ومرأتان هذا سنة كانت على كل فإذا كانت هذه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا يا أخو هذا المقطع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها الدليل على أن نفذ الكتاب والوجوب أن الصحابة رضو الله عليهم أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما استدان من اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب معهم ولما صار في بينهم معاملات النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتبهم ولكن بعض الأحيان كاتبهم لما استعانى النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي من أجل من أجل بارك الله فيكم من أجل مال من أجل دية من أجل الدية فتكاتب معه أما في غيره ما تكاتب والله تعالى أعلى وأعلى فإذن بارك الله فيكم ذاكم الله خيرا ذاكت أم ديزا آية ذاكت أم ديزا آية وذلك كنت قلت أم دي لنكست آية في القرآن وذلك في هذه آية جدت أمودة كنت أجل ، تحيث وذلك Спасибо إن شخص أمودة وكام لنبتع أمودة أطعق أمودة أهلا أيضا ما يجب أن ندى أجل سوى أن تحضر سوى أن نعدل لكن هذه أطفل سوى أن تحضر أعطان أن تحضر أبيل تحضر كما يصيق السقية اللاحs in dieser area ist verpflichtend verpflichtend aber weil zunächst kommt dass man nicht unbedingt schreiben sollte, dann haben die gelehrten gesagt dieser befehl ist eine art empfehlung und keine verpflichtende art und deshalb sagt man يجب سيجب أراضب إذا كان للثالم و يذهب من أعيز ثانياياً ويجب أن يتم الأعيز ويجب أن يتم الأعيز سيجب أن يجب أعيز لكن لو قد يسر فضلك فل الأعيز يجب أن يتسر هذا الشديد التونيي يتسر ما هو؟ ما هو الإعلام؟ الإعلام هو أن تكون بعد الأساسي وعنده فإن قد يخبرو سيسر أخبره ويسر ذلك أخبره اخبره سيسر لا 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 وشرس وتتعام وقال الإعلام أخبره لديه 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 لا لديه 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 من زوجات هناك يترجم أيها ت biology أساسي ماذا أولاد زورة سورة المعارة هذا المعارة الزورة 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 المعارة سنشاء الله نمتنا الزورة الزورة من أجل الله سبحانه الله ومن من أجل خير dann kommen wir zu Lesung Surat 54 Surat al-Qamar Schauw 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 بارك الله فيكم سورة القمر دي آية كذبت قوم ملوطن بالنذر 33 دي آتغان دغايسيش بارك الله فيكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت قوم ملوطن بالنذر كذبت قوم ملوطن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوطن نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوطن نجيناهم بسحر إلا آل لوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره ولقد صبحهم مكره بكرة عذاب مستقر بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذه آيات هي إعادة ونحن نعيدها للحفظ فالآن الذين معنا يجب أن يكونوا قد حفظوا إلى الآية هذه إلى الآية 40 بارك الله فيكم ساكم الله خن بارك الله فيكم ساكم الله خن diese آيات sind dafür wir haben schon diese آيات behandelt und wir haben die paarmals schon gelesen aber dies ist eine kurze Wiederholung damit wir diese آيات auswendig lernen das heißt die Brüder die und die Schwestern vielleicht im Internet auch die mitmachen die haben jetzt diese 40 Eier von Surat Al-Qamar von Surat 54 auswendig gelernt möge Allah von uns annehmen سومت بارك الله فيكم كونفز وندتس 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 هكذا نصل إلى نهاية الدرس الذي يريد يبقى يبقى الذي يريد يذهب يذهب وسنبدأ بالأسئلة فقط ونبه على مسألة غدا غدا بارك الله فيكم غدا في الأصل نحن ما عندنا درس في الأصل يوم السبت ما عندنا درس ولكن غدا سيكون عندنا درس ولكن الدرس تبع غدا سيكون خاص في قضية الكورونا ولقاح الكورونا من الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية بإذنه تعالى سأتكلم عن هذا الموضوع بالذات غدا بإذنه تعالى بعد صلاتي العشاء يعني في هذا الوقت بإذنه تعالى بارك الله فيكم ساكم الله وانت ريكس سو بإندت وانت مغالله سبحانه وتلفون وانسألن عنهم نعم نعم، 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 انداري جانبي، نعم، ونعم، اشترايك سأراك، نعم، ونعم، نعم، ونعم، سألت نعم، هذه المهمة انت جانب جانبا، سيزن كلم، سيلم يريد أن نعم، هذا ما سيكون في جيدة له، نعم، ونعم، هناك أن يزال معرفة بعض القرنة. لكن كان مخرفة تصليم ذهب بشكل مخرفت، صورة ذهب بشكل وصنع تصليم، صورة في حال وجود مرة أعوان جنود، لكي تصليم فkeepers واضح، واضح ثم تعالى. سألطح صورة، وصلت قد أن أخبر عامل، أي وقالت ما قد يكون قبل؟ قد مخرفة لفه من العبادة في الحاجم؟ سيطط أخبر أخبر من المخرفة الى قصة؟ هل يعتمه بشكل داريس ويُحب في الاسمة سيح بيضاً أو يجب الترامل أمام shá'Allah سيجب الأول am 01.01.2022 يجب أن نحن هذا قامل وصلنا فقط 20.30 من نهاية التمثيل هذا وليست قاملاً gedaan, aber wenn man auch Fragen dazu hat, damit wir aus wissenschaftlicher Perspektive und aus islamischer Perspektive werde ich das behandeln. 〔صatson夏 hol Mas년' All 모르ible Sch Liamан أشحر في النترة يصبح يسهل طريقةировة خصواتي أرجوة يسمح نحواتي يسهلوا طريقة استطاع يأتحاني إذن الصور seanний وكذبت لت؟ والعبارة والعجلة وبيثت لأندي الأشخاص والعبارة 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 إلى الوصف والعبارة 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 وترسول مؤسس الى الان و الانتواتي الأشجراء وترسطون المتجلات اشتركوا الى الانتواتات لا تلاتع المتجلات لا يساعد مйった اشتري الله وحسب الله سبحانه لا يستطيع انيح الانس الانسان انم انريد سبحانه وشهد او هنم المسيح وليس حسب المنات ويمكنون بكم وحانوا في 700 عاما وحانوا في الواضع صديقنا كانوا يريدون وخارج أريدون ايضا ويمكنون في الحبيب سألو لا يمكن أيته وماذا يرون من من الضوال وماذا يرون من فضل أي نوع ماذا يريدون الشيخ، الذي فيه يميز متئولة ويجبه ليس من الميزة يجب أن يكونون التفاصيل مغاية إذا أردت أن تتعلم عن معه، أن تريد أن تتعلم عنه لغارثمين، ماذا تتعلم عنه؟ و هذا هو العام، إذا أردت أن أتحدث عنه، سيكون هناك مثل مقامل، أو أحد من أحدث عنه من المؤسسات، لا أحدث عن أحدث عنه، من المنطقل المناقلة، من الأحدث ليس كيف يتعلم، والله، أحدث عنه، وكل أحدث عنه، هذا يمكن أن يكونون مستقبل ان يكون من سيكون مستقبل يمكن أن تدهر لن تتركيقل كل شيء جديد ولكن فضلك فسيح من الفد كيف تدهر لن تدهر وإذا كانت يمكن أن يستقبل أن يكونون مستقبل تقول البارة صغير و الأطفال الذي يريد يذعب يذعب الذي يريد يبقى